السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي الطلبة حاضرتنا اليوم عن الموتاشن والطفرات The nature of mutation, mutation exchange, تغير in DNA sequence بتتابع DNA that is present in less than 1% of individual in population يوجد نسبة 1 أقل من 1% من الأفراد بالسقة is the process, عملية of altering a DNA sequence mutation range in size from alteration of single DNA phase to deletion or duplication or of tens, hundreds, thousands or even million of phases هي عملية تغيير بتتابع DNA الموتاشن يتراوح بالحجم من تغيير قاعدة وحدة إلى حذف أو تضاعف عشرات آلاف مئات أو حتى بلايين من القواعد تصل إلى missing فقدان or extra entire chromosome فقدان أو مضاعفة كروموسوم فقدان يعني نعرف أن الكروموسوم الكروموسومات الإنسان هي 46 كروموسوم مثل فقد واحد صار 45 مثل التيرنر سندروم وإذا زاد واحد مثل الداون سندروم المنغوليزم أو متلازمة باتو وإدوارد اللي هي الضعف في عدد الكروموسومات تصل يعني واحد من هني الضعف مثل الضعف الواحد وعشرين بالداون أو الضعف الثلاثعش أو الثمانطاعش في الباتو والإدوارد المutation can affect any part of the gene التأثر بأي جزء من المادة البراثية include ضمن سيكونز التتابعات الإنقاد المشفر للبروتين يعني نقصد به الجينات or control transcription the effect of a mutation يعني تأثير الضفرة يختلف for the mutation may impair a function تضع في الجين أو تمتلك أو يكون no effect بدون تأثير أو beneficial يكون التأثيرها نافع أو يكون harmful mutation تأثيرها ظهر can stop or slow production of protein overproduce يعني أما تقلل من إنتاج البروتين أو توقف إنتاجه أو ينتج إنتاج مفرط من البروتين أو تضعف من البروتين function من وضيفة البروتين مثل ستشغلس آخر نتغير من سيكيشن الفراز أو location أو interaction with another protein single nucleotide polymorphism أكو فارق بين الموتشن وبين السنب اللي هو single nucleotide polymorphism اللي هو تغيير هنا ب single base chain change يعني تغيير بقاعدة مفردة واحدة هناك بالموتشن قلنا تغيير بقاعدة بعشرات بمئات بملايين من القواعد إلى تغيير كروموسوم كامل احتمالي فقد أو يضعف السنب تختلف هي أيضا الموتشن بس من نوع خاص فما سميها موتشن أسميها سنب ليش؟ يعني هو تغيير بقاعدة وحدة نسبته more than one percent of population أكثر من واحد بالمئة من الأفراد الموتشن تأثيرها ضار أكثر الموتشن هي تأثيرها ضار صحنا كنا أكو ما بيها طفرات مؤفكت وأكو بعضها مفيدة لكن معظمها هي تأثيرها ضار لكن البيليمورفزم يكون harmless نجي على مصطلحين مصطلح الموتشن ومصطلح الموتشن الموتشن رفيرس دل على الجينو تايب يعني شنو الجينو تايب يعني النمط الجيني النمط الجيني هو التغير بالDNA أو كروموسوم يعني على مستوى DNA على مستوى كروموسوم يعني أي تغير يطرأ على الجين أوكي لكن الموتانت الموتانت هو التغير اللي يطرأ على النمط المظهري النمط المظهري شنو الجينو تايب وشن الفينو تايب؟ جينو تايب ركزوا عليه هذي هو تغير بالدين اي او بالكروموسوم فكل جينو تايب كل تغير جيني مو شرط مو شرط انه يظهر بيه تغير مبهري لكن كل تغير مبهري في نو تايب لابد انه يكون اكو سابقة جينو تايب تغير جيني غيركزوا عليها يعني اجيبلكم ياه صحة وقلط نجيه هنا هسه الميو تايشن هاز بين اسنشيال تولايب سنقول الميو تايشن ضرورية للحياة اكو بعض الميو تايشن تكون ضرورية للحياة شنو السبب؟ هذي عدكم بسؤال وجواب because it's a produced individual with variant phenotype يعني تنتج فرط بنمط مظهري مختلف يجعله شنو survive a specific environmental challenging include illness يعني يجعله قادر على ان يتحمل الظروف البيئية والامراض طبعا هسه أدنى عدد من الطفرات اللي هما هسه أربع طفرات أنا ذاكرة تلكم إياهم اللي هي أبو ليبو بروتين وهي طفرة تصيب الإنسان تزيل الكوليسترول من الجسم بشكل أساسي وتزيل كل الترسبات الموجودة في الشرايين رجعا قبل ما أكمل وارقوا قلم وأكتبوا الكلام اللي دا أقوله هذا واجب بيتي وأحسوي لكم بامتحان فكلكم تكتبوا حرج عائدة الأبو ليبو بروتين هي طفرة تصيب الإنسان تزيل الكوليسترول من الجسم بشكل أساسي وتزيل كل الترسبات الموجودة في الشرايين وتعمل كمضاد للأكسدة وهو ما يفيد الإنسان كثيرا وبالتالي فإن هذه الطفرة تزيد العمر الإفتراضي للإنسان لأنها تقلل نسبة إصابته بالتجلطات في الشرايين وتقلل كثيرا نسبة الإصابة بالنوبات القلبية نجعل الطفرة الثانية اللي هي إنجريس بون دينستي يعني طفرة زيادة كثافة العظام حتى أننا نشعل الطفرات المفيدة وهي طفرة تصيب الإنسان وتزيد كثافة العظام بشكل ملحوظ وبالتالي تقلل كثيرا نسبة الإصابة بمرض هجاشة العظام وتعطي الإنسان قوة وتحملا للأعمال الشاقة طفرة الثالثة هي طفرة مقاومة الملارية ملارية ملارية رزيستنس هي طفرة تصيب بروتين الهيموغلوبين في الدم الـ HPS وتغير شكل خلايا الدم الحمراء لتحولها إلى منجلية الشكل طبعا هي هنا حيث يسوي هذه الطفرة سيكل سيال أنيمية مرض الخلية المنجلية هو أصلا هو مرض لكن هذا المرض يقي المصاب منه من أن ينصاب بالملارية وهذا يعمل على مقاومة جسم الإنسان لمرض الملارية الذي يسببه البعوظ الطفرة الثالثة التي هي تيترا كروم تيترا كروم فيجين هي طفرة تكسب مصابيها قدرة عالية على الرؤية أي أنها تجعلهم قادرين على رؤية الكثير من الألوان التي لا يستطيع الإنسان العادي رؤيتها وبالإمكان المصاب الرؤية مثل الطيور والسلاحف ومن المصابين بهذه الطفرة الرسامة المشهورة كونسيتا انتيكو ميوتيشن ميوتيشن موجودة بكل الخلايا وطبعاً إحنا عدنا نوعين من الخلايا الميوتيشن ميوتيشن ميوتيشن عدد الخلايا إلى النصف عفو عدد الكروموسومات إلى النصف يعني عدد ستوق 40 كروموسوم نعرف إنه جرملاين خلايا الجنسية هي تمتلك 23 كروموسوم فصارت 23 كروموسوم عن طريق انقسام الميووسيز الانقسام الاختزالي فتنتج قميتات فالميوتيشن اللي يصير بأثناء عملية ديني رابليكيشن قبل حدوث الميووسيز هتنتج قميتات تحتوي هاي الطفرات وبالتالي كل البودي أو كل خلايا الجسم هتكون حاملة للطفرة لكن النوع الثاني اللي هو السولاتيك ميوتيشن الطفرات الجسمية اللي تحدث ايضاً غلال عملية ديني رابليكيشن لكن قبل الميووسيز شلو الميووسيز هو الانقسام الخيطه اللي يحدث بكل الخلايا الجسمية طبعاً كل الخلايا اللي هي تزين تنحدر من ال preparations, cell are altered يعني كل الخلايا اللي تنحدر من هاي الخلية الطافرة هتكون هي طافرة وهي طبعا يصيب جزء معين من الجسم مثلا إذا خلية انصابت خلية صاب بها طفرة أحد خلايا الكبد ففقط الكبد هو اللي حيتضرر وكوقت الخلايا اللي حتنحدر منها الخلية الطافرة هي اللي حتكون متضررة وبالتالي حيتمركز الضرر بالعضو اللي انصاب بهذه الطفرة Source of DNA damage المصادر الطفرات طبعا مصادر الطفرات تنقسم إلى مصدرين اللي هي endogenous damage اللي هي طبعا طفرات تلقائية تحدث من metabolic byproduct طفرات تلقائية في الجسم والexogenous damage هي طفرات خارجية external يجنطفرات خارجية وتكون induced mutation يعني طفرات مستحثة فأما تجي من UV اشعاعات UV تجي من الشمس or other radiation اشعاعات اخرى مثل X-ray والقامراي تجي من بعض plant toxin السموم النباتية او حتى السموم الفطرية ايضا من thermal disruption تجي من human made mutagenic mutagenic يعني عوامل طافرة كيميائية من صنع الانسان تجي من الفيروسات تجي من cancer chemotherapy وال radiotherapy طبعا هو chemotherapy radiotherapy هي علاج لكن بنفس الوقت هو مطفر وشكرا لإصغائكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته